من جديد برحب بحضرتكم عجلة الانتاج والبناء تدور من غير توقف والقوة التي تدفع ذلك هي الإرادة السياسية وبتدعمها الحقيقة بقوة إرادة شعبية لا تكل ولا تمل شبكة كبيرة من المشروعات القومية في كل المجالات وفي نفس الوقت وأخيرا المشروع القومي للتنمية الشاملة لمحيرة البردويل ومشروعات الربط الكهربائي وغيرها الحقيقة من المشروعات كمان تم اختيار مصر كأحد الوجهات السياحية اللي يمكن السفر إليها أثناء أزمة كورونا وده أكيد لي دلالات كثيرة تحديدا في هذا التقيق مع توقف القطاع السياحي وقطاع الطيران بشكل كامل تقريبا في العالم كله خلونا نستقبل عبر الصوت والصورة في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي الكريم الكاتب الصحب يستاذ عبد الحليم منديل أستاذ منديل برحب بحضرتك أهلا وسهلا خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ عنديل في سيرة الدولة المصرية لو نقدر نقول في مسارات تشابكية في شبكة كبيرة من المشروعات القومية في نفس التوقيت وعدم اكتفاقها مثلا زي ما كان بيحصل قبل كده بمشروع قومي واحد نكمل في سنين رأي حضرتك إيه في هذا الأمر يعني ببساطة لا يمكن إنكار يعني أن هناك عجلة هائلة دوارة ورشة عمل هائلة عمودها الفقري فيما أظن هو فكرة النهوض العمراني يعني على محاول المدن الجديدة وشبكة الطرق وتطهير البحيرات وخطوط الطاقة الفكرة الأساسية في هذا التطور أنه مزاياه واضحة يعني فكرة توسيع مصر يعني مصر القديمة التي نسكن عليه منذ القديم تشكل حولي 7% من إجمالي مساحة مصر نستطيع أن نقول بقدر من اليقين أنه التتصور الحالي لعشرات المدن الجديدة وشبكة الطرق يمكن أن ينتهي إلى توسيع المساحة المسكونة مصر المعمورة أو مصر المسكونة إلى 14% من مساحة البلد بالطبع هنا يصحب هذا التطور تطور هائل في وسائل النقل يعني هناك 11 وسيلة نقل يجري التطلع إليها في مصر إضافة بأنه في بناء من جديد لشبكة سكك الحديدية مضافة لشبكة سكك الحديدية المصرية القديمة من 200 سنة الآن لا يتم الاكتفاء بالإصلاح وإنما يتتم الإضافة وبمعاير العصر بمعنى فكرة القطار الكهربائي السريع وفكرة ربط البلد بأطرافها المختلفة خلينا سأل حضرتك يا أستاذ أنديل عن بعض من هذه المشروعات القومية أخيرها كان مشروع التنمية الشاملة لبحيرة البردويل والحقيقة في مشروعات أخيرة متعلقة بتبطين الترع وبعض المشاريع فيما يتعلق بقطاع الري في مصر أهمية هذا القطاع الفندم وإلى أي مدى المواطن مستشعر هذا الجهد اللي بيحدث في هذا القطاع من الجانب المصري فيما يتعلق طبعا بالمشاريع القومية يعني بحيرة البردويل بحيرة هامة جدا كانت مهملة للذمن طويل فيك غيرها من البحيرات مصري فيها تقريبا عشرة بحيرات عشر بحيرات طبيعية وبحيرة صناعية كبرى هي أكبر بحيرة من واحدة في العالم هي بحيرة ناصر بحيرة البردويل لها أهمية مضاعفة عند ذكرها أولا هي في سيناء التي نتطلع إلى تنميتها وإلى زرعها بالبشر اتنين مساحتها 165 ألف فدان تلاتة الجديد فيها فكرة أنه ما يظهر فيها من مدر أحيانا أو بعض ظواهر الإطماء جرى الاتفاق مع شركة بلجيكية مؤخرا على شركة للتكريك يعني لتعمقها وتحسين نوعية المياه معروف أن المياه تأتي إليها من البحر الأبيض المتوسط لأنها في شمال سيناء بين بيرل عبد والعريش وطبعا هي أيضا محط لأنواع معينة من الطيور لا تذهب إلى غيرها أيضا هي كانت تنتج أو تنتج إلى الآن 2600 طن سمك سنويا وفيه يعني عدد كبير من الصيدين آلاف الصيدين يعملون فيها مستهدف أن يزداد هذا الإنتاج المميز من الأسماك الفاخرة الدنيس والبوري والجنبري وغيره إلى نحو 50 ألف طن سنويا غالبا أسماك بحيرة البردويل ما تكون صالحة للتصدير طبعا البحيرات عموما بتنتج كمية أكبر يعني نحو ثلاثة أربع إنتاج مصر من السمك المقدر سنويا الآن بعد زيادات فيه بالمزارع السمكية الكبرى إلى نحو 2 مليون طن سنويا خليني أسأل حضرتك عن بعض الأقام التي خرجت مؤخرا عن بعض المؤسسات أو الوزارات المصرية وزارة التخطيط في تقرير حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين أوضاحة احتلال قطاع الكهرباء والطاقة مكانة متقدمة تم تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء بـ 95.5 مليار جنيه في عامين رأي حضرتك إيه في هذه الأرقام ونقطة أخرى متعلقة بهذا القطاع الحقيقي يا أستاذ أنديل هي حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة رأي حضرتك أيضا في هذا الأمر يعني دعينا نبدأ من النقطة الأخيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر غالبا ما تتجه إلى قطاعات البترول والغاز الطبيعي طبعا خارج ذلك في بعض القطاعات كالاتصالات كالكهرباء طبعا الاستثمارات الجديدة من نوع هذه أول مشاركة أجنبية في تطهير بحيرة هي طبعا رقم 2 بعد بحيرة المنزلة من حيث اتساح بحيرة الأخرى يجري العمل فيها بشركات مصرية وبأياد مصرية خالص الفكرة الأساسية في الاستثمار الأجنبي أنه نحن طبعا أجرينا أو أجرت الدولة المصرية عدد من التعديلات على قوانين الاستثمار لكن الشاهد أنه لا تزال هناك يعني عقبات في إجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لغير قطاعات البترول والغاز طبعا هذا يعود جزئيا لطباع البروكراطية المصرية التي لم تتغير كثيرا وإلى أشياء أخرى طبعا أيضا عامل جائحة شاهد بعد تدفق بعض الاستثمارات لمصر في العامل الأخير العامل مال الأخير نحن نتحدث إجمالا عن تدفق 9 عمليارات دولار استثمارات أجنبية إلى مصر هذا الكلام طبعا يحتاج إلى إزاحة القيوت على عملية الاستثمار أنا أتصور أنه لابد حتى في الاستثمار غير المصري أن نميز بين الاستثمار العربي والاستثمار غير العربي وأن نفتح الباب للاستثمار العربي وأن يعامل مستثمر العربي كأنه مستثمر مصري توسع الهائل في شبكة الكهرباء ملحوص لا أحد يستطيع أن ينكره يعني مصر تقترب الآن من طاقة كهربية يعني كيات تصل إلى ضعف الاحتياج الراهن نحو 60 ألف ميجاواط سنوي في 60 ألف ميجاواط فيه اهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة يعني إيه طاقة جديدة والمتجددة يعني من المصادر التي لا تنفد يعني من الماء من الرياح من الشمس وطبعا مصر بلد مثالي في توفر الشمس بزداد في مصر أكبر محطة طاقة شمسية في العالم محطة بنبان في أسوان وفيها 200 مجتسمر خاص أيضا الاستثمار الجديد الذي تطلع عليه مصر هو ما يسمى يعني وقود الهيدروجين الأخضر وهذا نوع متقدم من الوقود يصنع ببساطة بسرايان تار كرابي في الماء لفصل الأكسوجين عن الهيدروجين وتقليل نسبة انبعاث الكربون في الصناعات الثقيلة وهو يصلح جدا للصناعات الثقيلة بالذات خاصة الطائرات والسفن والشاحنات الكبرى طبعا هناك دولة عربية سبقتنا إلى هذا المجال لكن أتصور أن مصر بالاتفاقات المبدئية مع شكة سيمونز الألمانية ومع التحالف البلجيكي قد تاخدوا خطوات أبعد لأنه هناك مجالين سبقت فيهم مصر في السنوات الأخيرة مجال المقاولات ومجال التطور في الطاقة الكهربائية كما قلت وأقول دائما هذه الروح العالية جدا في النهوط بقطاعات وبشورة متوازية لها أن تمتد هذه الهمة الظاهرة في الإسكان وفي الكهرباء وفي المدن الجديدة وشبكة الطرق وغيرها إلى جوهر المهم جوهر المهمة في مصر الآن فيما أتصور هو تحويل اقتصادنا من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد انتاجي انتاج زراعي انتاج صناعي انتاج تقن هذا هو جوهر المهمة الآن وهو مسلم به تصوري أنه لا بد أن نبدأ بالطاقة المصرية الذاتية حتى يمكننا جلب استثمارات أكبر من مستوى الاستثمارات الحالي وعلينا أن نهتدي فيما أظم دون تقليد ولا استنساخ بأوسع تجربة نهوض اقتصادي في هذا العصر وهي التجربة الصينية إيه اللي في التجربة الصينية نتدي به فيها أوسع استثمارات عامة فيها أكبر قطاع عام في العالم وفيها أكبر استثمارات أجنبية في العالم هذا المزيج العبقري هو ما تحتاجه مصر اليوم بعد أن انتهت إلى الخسران صياغ من نوع الإبرالية الجديدة وخصخاصة كل شيء وتصفيت كل شيء والتعويل على ما يسمى الإدارة الخاصة أنا معك أن القطاع الخاص يعمل وتتاهزة من أمامه كل العقبات لكن علينا أن نتحاول من رأس مالية الشيبسي إلى رأس مالية الماكينات إنجاز هذا التعبير في وصف بعض أو كثير من أنشطة القطاع الخاصة هناك اثناءات أعترف بها لكن الجوهر أنه الصناعة صناعة يعني أريد أن تبدأ كمان بالصناعة الثقيلة يعني صناعة الماكينات يعني توفير ألواح الصور بالمخصوص بس فيما يتعلق بالصناعة الثقيلة نحن نستورد معظم المكون من بره يعني أكتر من 40% من أي مكون للصناعة الثقيلة طبعا هذه مشكلة هذه مشكلة كبرى وكل السجال الذي يدور يعني سيد وزير المالية محمد معيت وهو من وزراء الاقتصادين في الحكومة قال بالنص أمام مجلس النواب نحن نريد التحول من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد إنتاج هذا هو جوهر المهمة التي لابد أن تختثمر فيها هذه الطاقة العمل الهائلة التي برزت في المحور العمراني هل تكون من فين يا فنديم؟ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولا من الصناعات الثقيلة؟ البداية كما نحن لا نعيد نحن لا نعيد اختراع العجلة يا أستاذ الأمام في دول كانت زينا كده وقال لي منا استطاعت الاختراق الصناعي وقريبة مننا جغرافيا وبعيدة عننا جغرافيا بيبدأ الأمر بفكرة تعظيم المكون المحلي وصولا به إلى 100% أما أن نظل طول الوقت أن نتحدث أنه في مكون محلي أنا أعتقد أن نحن تؤخرنا كثيرا نتيجة الانهيارات الكثيرة التي جرت في مصر من الأوسط السبعينات حتى تاريخ بداية العقد الأخير الفكرة الأساسية التصنيع لا يجب أن نستهين بفكرة التصنيع الثقيل لا يقوم به القطاع الخاص في ظروف دولة كمصر تصنيع الثقيل لأنه لا يأتي بربح فوري تحتاج الدولة والمميز الأساسي الوضع لأقصاد في مصر الآن هو غلبة الاستثمارات العامة والاستثمارات العامة للخاصة هي التي تحقق زيادة في معدل النمو في السنوات الأخيرة وهي التي حمت مصر من أن تنزلق إلى معدل نموه تحت الصفر في عام الجائحة هذا أمر مسلم به بالأرقام فعلينا الرئيس السيسي حين سؤل في برنامج تلفزيون أن تجيبه فروس منين أل من مصر أنا لن أزيد على ما قاله الرئيس السيسي لكن أريد أن أقول أن هذه الطاقة المالية الهائلة التي جاوزت خمسة تريليونات دولار خمسة تريليونات آسف جني مصري يعني نحو 320 مليار دولار هذه الطاقة يجب فيما هو مقبل من الأيام أن نوزحها بتوازن ما بين فكرة النهوض العمراني والنهوض الصناعة نحن نعيش في عصر يمنح لكل فرصة للتقدم إذا أردت وهنا عنصر الإرادة على ما أفهم من كلام الحكومة وقبلها كلام الرئيس قائم باعتبار أن جوهر التقدم هو التحول إلى التصميع في صناعات تحولية قائمة في مصر هذا صحيح لكن الصناعة وهناك تشجيع لا بأس به لفكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا كلام في محله تماما لكنه لا يقوم في بناء صحيح بدون طاقة للتحول إلى التصنيع الثقيل أحيانا شركة النصر للسيارات بعد موات عشرين سنة نريد أن نحي ضد إرادة التصفية شركة حيرو السل نريد أن نحمي مجمع مصر الألمونيوم في إنا في ناجح حمادي من التصفية في روح مختلفة يجب أن تقوم وكما قلت من قبل لابد من وجود وزارة الصناعة ووزارة العلوم بدلا من تقسيم الحالي المائعة فيه المسئوليات الضائعة فيه ما بين وزارة قطاع أعمال وما بين وزارة صناعة وتجارة الصناعة هي جوهر عملية التقدم وعلينا أن إيه استقدمنا في فترة أخيرة هناك دولة عربية صنعت مصبارا وصل إلى المريخ طبعا هو ليس صناعة خالصة لكن هذا عنصر في التقدم علينا أن نركز على هذه الذاوية لأنه تحسين جودة الحياة وتبطين الترع ونهو نهو دريف المصري هذا كله مطلوق لكن في النهاية يجب أن نجد للناس عملا وهو هذا العمل قائم في المشروعات القائمة لكن عملا منتجا يضيف للقيمة العامة ويقفز بالاقتصاد المصري ثلاثة أمثال في مدى معقول يحقق ما ذهب إليه الرئيس سيسي قبل شهور من أن نريد زيادة الصادرات المصرية ثلاثة أمثال إلى 100 مليار دولار لا يمكن في إحلال وردات مطلوب كما يجري بتشجيع الصناعات الموجودة في مشروع تطوير الريف المصري هذا ما كلف به الرئيس السيسي لكن أتصور أنه قضية المشروع القومي في مشروعات كبرى المشروعات ليست بتكلفتها لكن بقدر ما تثيروا من خيال وحلم ورغبة في التقدم أنا عايزة أخذ مكلام حضرتك فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين تحسين جودة حياة المواطنين زي الحكومة اشتغلت على هذا الأمر والحقيقة أنه هذا المحور يعني خلاني أفكر في تصريحات مؤخرا يعني منذ ساعات لرئيس الوزراء متعلقة بعزبة الهجانة والتطوير في هذه العزبة وأنه لن يتم الإزالة ولكن هيتم العمل على ما هو موجود والكثير من التصريحات المتعلقة بأنه إنشاء المجتمعات العمرانية فرام سكراتش زي ما الأمريكان بيقولوا أو يعني من ما فيش تكلفتها أقل من دخول منطقة غير مخططة زي عزبة الهجانة بإيجاز رأي حضرتك إيه في هذا الوضع بعد إذنك عشان الوقت؟ بالطبع التكلفة في إنشاء مشروع جديد سكن جديد قد تكون أقل من حالة زي حالة عزبة الهجانة يقيم فيها مليون مواطن وهذا وضع كان قائما عبر عشرات السنين فائدة عشر إيسي سي إلى منطقة زي منطقة الخصوص أيضا نحن في المشروع النهوض العمراني يتقدم العمل من فكرة إنشاء المدن الجديدة دخولا إلى القلب المصري المثقل بالمشكلات المثقل بالسكان أعتقد أن هذا قد يتيح لفئات ملايين وعشرات الملايين من مواطنين أن يروا بأم عينهم طبيعة الجهد والإنجاز هذا عنصر مهم جدا في هذا التطور لكن أيضا ونحن نتقدم إلى تطوير الريف لا بد أن نتذكر أن الريف يذكرنا بالزراع يعني بمعنى أكثر وضوحا مشروع كتبطين الطرع وهو مشروع هائل جدا يعني طبطين نحو عشرين ألف كيلو متر على خريطة البلد طبعا هو يحتفظ بكميات من المياه قدرتها الدولة بثلاثة مليارات متر مكعب هذا قدر من المياه قد ينظر عليه بعض بوصفه قليلا يعني لكن الحقيقة لو فكرنا في فرصة بديلة كإتاحة هذه المياه من خلال محطات تحليسة وفنتكلف مئات المليارات ربما التريليونات فالفكرة الأساسية أنه ما يجري يجري بالتوازي ما أدعو إليه هو أن يدخل في هذا التوازي قلب عملية النهود وهو ما أشرت إليه في النهود الصناعي والمعرفي والذراعي أتصور أن هذه الروح عليها أن تنتقل إلى إثارة حلم وإثارة خيال المصريين نحو تقدم بلدهم واحتلالها المكانة التي تستحقها مصر واسمها له المجد في العالم حيانا المصريون مغضون نحو تحقيق أحلامهم بشكرك يا أستاذ أنديل شكرا جزيلا على وجودك معنا ولقاءنا دايما بيتجدد الكاتب أصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل مشاهدين الكرام أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة إلى اللقاء